السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفتنا اليوم ان شاء الله اقتصادية كمية كثيرة كمية كثيرة 600 جرام من الدقيق الأبيض فرس أو الفارينا ملعقة طعام من الشمر أو ليانسون في المغرب هو حبة حلاوة أو النافع يكونوا طحونين جيدا ومغربين نحتاج ايضا هنا نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية ونحتاج رشة من الملح فقط لتصحيح الضوء ومن بعد نخدم بصفار بيضة واحدة بيضة كاملة فقط ونحتاج 150 جرام من الزبدة يستحسن الزبدة الأكل تكون بنينا وكتجي مزيانة وبالنسبة للبنات المتوفرة عندهم في الدول السمنة لا في الجزائر ولا في الدول المشرق يستحسن كتجي بيها نتيجة كتجي أحسن هناك ما لاحظت يبدأ نجمع في العجين هنا بالنسبة للخلاة اللي كان نجمع به العجين فهو مزيج ما بين ماء الزهر والماء عادي دي الروبيني دائما ينخدموش فقط بالمزهر حيث المزهر يقصح العجينة من بعد يعني ميليك الطيب والحلوة كتتخصح مع المدة كتخصح هنا كم قاو نضيفه في الدقيق حتى كنحصل على العجين اللي تكون متماسكة لا يمكنني أن نعطيكم كمية بالضبط وإنما الكمية كتبقى حسب نوعي الدقيق حيث كين دقيق لي كيشرب وكين دقيق لي ما كيشربش اتقائي الضيفة في الكمية تحصل على عجين لا تحتاجها مفتاح نضيفها فقط نقطعها إلى قطع لا تحتاج أي نوع من المورقات نشكلها إلى كويرات حجم كورة نجمعها كاملين وضعها في بلاستيك غدائي في هذه المرحلة تحساف دباف المجمد نجب جوج كورات أو ثلاثة نقسم المرحلة نقسم الخدمة على الجوج لكي لا تحتاج لخدمة صعبة نقسم معكم معسلات الرمضانية ومعسلات الرمضانية ومعسلات الرمضانية يكونوا عندكم موجودين في الدار يجيون خفاف يجيون خفاف يجيون خفيف يجيون مقرمش ويجيون مجعبة يجب المرحلة كما لاحظت قطعتهم إلى قطع مربعات ومن بعد نجي لدائرة ونحاول نفعل قوس لدائرة نحن نشكل بشكل ورائق نحن نشرح لكم بالضبط هنا الجهة للفق هي نقلبها لتحت حيث تكون نشفيت و من اللي انت تجبدي بصبعك تجبد معك بسهولة حيث التحت تكون شوية بقى يعني ارتباه وبقى شوية تلسق مع الطابلة دير شوية دي النشا على فكرة انا قبلة راني ما ورقت بالدقيق راني ورقت بالنشا ما نورقوش بالدقيق العبيض حيث مليك تكون تقلي كيهبط هو في المقلاو و كيهبط هو في المقلاو و من بعد يخصر لك الزيت يعني اللون ديالها كيكحال و كيعتو حد المداقضين المرورية في الحلوى نورقو بالنشا يكون احسن بطبع الحال ما غديتش تحتاجه بزيف علش حيث تكون قوام ديالها قوام اللي هو وصل يعني فقط القليل من نشا كما لاحظتو ما عودش زد من بعد سافي كام قنجمع و نضغطو مزيان على الجوانب باش ما تتحلش لنا في المقلاو يعني ضروري نضغطو بحل شباكية ملي كان بغوو نشكلها كنضغطو مزيان باش ما تعودش تحلينا في القليان نشوفو معايا احتكت يبس يعني بحل شباكية نخليوها تنشف قد ما نشفت لنا قد ما يكون احسن خميرة كميائية بطريقة الحال كجميع الحلويات ما تتفاعل حتى تكون طيب ما تخافوش منها غير نخليو في حد المكان نضغطو بحل زويف و نخليو حتى تنشف مزيان من بعد بالنسبة لطريقة طهيرة كأي معسلة الزيت اللي تكون سخونة و ما بين قلية و قلية شوفوا معايا قراني كنطف البوطة حتى تبرد لي الزيت عاد كنرمي القلية الثانية علش باش ما كيتخطفش اللون و كما كتشوفو في الصورة يجي يعني كله لون موحد وكتجي تطيبة مقادة مكتجيش وحدة من شنشطة وحدة حمرة وحدة 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 مهم كيجي مقادة في اللون ما شاء الله هنا زيت طبيعة العفوال العسل تكون عسل هي تقيلة باش كتقى شادة في شباكية ولا في أي نوع من معسل ومدة طويلة شكل ديالها ما كيتبتدرش في القلي وكتجي مجاعبة فقط للإشارة ما تخليوش في العسل بزيف يعني اغير شوية ما تخليوش حتى تكمل القليل غير شباكية حيث ستشرب لكم العسل بزيف وكتجي تقيلة يعني شوفوا معي مهي لتكون مهيلا علاش رهها رقيقة غير ناخدوه معاها الخاطر ونقلبوا فيها بشوية بشوية حتى تاخد لون دهابي غير ما نخليوش حتى تتحمر بزيف حيث مازال تكمل طيابها في العسل هنا أي نوع من معسلات بطبيعة الحال كي شباكية كي غيرها رهما نخليوش حتى يطيبوه حتى يكملوا طياب ديالهم في العسل تمنى الفيديو ديالي يمكننا الإعجاب ديالكم كان فيديو قصير ولكن رهكت جي خاطئة نصحكم تجربوها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم إلى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة